في زيارة رسمية تعد الولى منذ تعيينه وصل رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى دولة الإمارات وسط تكهنات كثيرة حول طبيعة الزيارة التي تاتي في ظل غموظ يسود العلاقة بين الرئاسة اليمنية وأبو ظبيا كان في استقبال رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي ريم الهاشمي والتي تعد الممثلة الرسمية للسياسة الإماراتية في اليمن وتوصف في الأوساط السياسية بالحاكم الفعلي لعدن وهو ما جعل محللين يضعون هذه الزيارة ضمن سياق محاولة الحكومة إقناع الإمارات برفع الغطاء عن عوائق تطبيعها لسلطتها في المناطق الجنوبية تسيطر الإمارات فعليا على القرارين الأمني والاقتصادي بعدن وبعض مناطق الجنوب حيث تمتلك أبو ظبيا تشكيلات عسكرية تصفها منظمات دولية بالميليشيا وتشكل قوى معطلة لبسط الحكومة سلطتها وعاملا مهددا لعودة الرئاسة إلى عدن وقد أظهرت زيارة رئيس الحكومة جزءا من التعقيدات التي تعيشها الدبلوماسية اليمنية والتي تتجاذبها الكثير من أطراف الخارجية خصوصا وأن هذه الزيارة تتزامنت مع حدث استقالة وزير الخارجية خالد اليماني الاستقالة التي يحيط بها الكثير من الغموض زيارة واستقالة حدثان متقاربان حمل معهم استفهامات حول مصير الكثير من الملفات المعقدة محليا وإقليميا بدءا من ملف المفاوضات مرورا بملف الخدمات وانتهاءا بملف التحرير وهي الملفات التي تتحكم الإمارات في مفاتيح الحلول لها لكن بأي انفراجة ستعود حكومة معين هل لصالح تثبيت سلطتها أم لإثبات ولايها الأيام القادمة كفيلة بالإجابة